ومن أجل أننا ننقحوش في هذا النوع من الخلل البنياوي نعطيكم غميزة من يسا نجيب البطاقة النهائية للصحفيات والصحفيين لأنشتغلوا واحد شغل رائعين فيما يتعلقوا بطريقة الحصول عنها وكذلك التأخر ما في حصل إذن التقرير السنوي حول الحريات وأوضاع الصحفيين في المغرب ما بين مارس 2023 ومارس 2024 في النقابة الوطنية للصحافة المغربية نعتبر بأن الخلاصة الأولى هو استمرارنا داخل مرحلة انتقالية يعيشها المشهد الإعلان من علاماتها الاستعداد لانتخابات المجلس الوطني للصحافة ومراجعة القوانين الثلاث قانون الصحفي المهني وقانون المحدث للمجلس وكذلك قانون الصحافة والنشر كذلك استمرارنا في نفس الوضع الذي تركتنا فيه جائحة كوبيدزنا من ناحية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمعنى استمرار وضع الهشاشة ووضع القلق لدى الصحفيات والصحفيين والذين يحتاجوا إلى طم أهلها بطبع الحال التقرير تضمن تقريباً ثلاث أقساب من القسم الأول يتعلق بفعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الصحفيين والبيئة الصحفية القسم الثاني احترام أخلاقيات المهنة وحكمات المؤسسات والقسم الثالث يتضمن فعليات حرية الصحفيين والصحفيات والقسم الرابع عبارة على خلاصات وتوصيات بطبيعة الحال من الناحية الاقتصادية كما قلت لكم هناك نوع من القلق من الناحية الاجتماعية رصدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية استمرار تضييق على العمل النقابي رصدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية استمرار بعض المقاولات في التعسف في طرد الصحفيين والتسريحيين كذلك لاحظت النقابة أن بعض المقاولات احترمت الأوضاع التي يعيشها الجسم وحاولت أن تتعامل بنوع من الكياسة ونوع من التفهم بالنسبة للصحفية والصحفي ولكن في ذات الوقت نقول بأن هذه الأوضاع لا يمكن أن تعالج إلا من خلال اتفاقيات جماعية ولهذا دعونا في التوصيات إلى تعميم الاتفاقيات الاجتماعية سواء التي تناقش بالنسبة للصحافة المكتوبة والإلكترونية والتي يجب أن تربط الدعم بتطبيق الاتفاقيات الجماعية وندعو كذلك المؤسسات التي في السماع البصري أن تراجع الاتفاقيات الموجودة أو أن تحدث اتفاقيات جماعية لأنها هي الآلية التي تضمن حقوق الصحفيات والصحفيين وتسمح ببيئة مهنية فيها الاستقرار الذي يؤدي إلى تطور المهنة بالنسبة لإحترام أخلاقية المهنة لاحظنا على أنها استمرت في تدهور نظرا لأن معالجتها من الناحية المبدئية تقوم على دور المؤسسة ودور المقاولة لأن الصحفي يخرج من المؤسسة والمقاولة لكي يقوم بنشاط مهن يجب أن يعرف أدواته وقواعده وحينما يعود بمادته يجب أن تكون هناك حكامة في التدبير تضمن مراقبة هذه المواد وبالتالي خرق هذه الأخلاقيات يضعون في وضعية الخصم مع المجتمع الذي لم يعد يفرق بين المنتوج الإعلامي وبين ما يبت في مواقع التواصل الاجتماعي ولهذا ندعو إلى مراجعة جرية للقوانين ويجب على المؤسسات الثلاث سواء تعلق الأمر مؤسسات المهنيين أن تكون في المستوى لكي نواجهها كل القواعد المرتبطة بهذه المهنة وعلى الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار هواجس المهنيين وأن تقودنا إلى مشروع قانون يقدم إلى برنامان يكون في المستوى وندعو المؤسسات الشريعية أن تنبذ التسييس في مناقشات القواعد المرتبطة بتنظيم هذه المهنة لأنها ميل كل المجتمع ولأنها قاعدة للبناء الديمقراطي وبناء كذلك التنمية الاقتصادية ولهذا ستجدون في هذا التقرير حوالي 12 توصية أساسية تواجه كل هذه المعطيات التي ذكرت لكم وتدعو الجامع بما فيهم الزملاء إلى نبدي هذه البيئة غير سليمة في تعامل يجب أن نعيد صحافتنا إلى سكتها الحقيقية باعتبارها صاحبة الجلالة والسلطة رابعة وندعو إلى بيئة مهنية يعوش فيها الصحف مصانى الكرامة ماديا واجتماعيا وفي نفس الوقت أن يكون الواجب على الصحفية والصحفيين هو الشرف الانتماء لهذه المهنة والتقيب بأخلاق المهنة نحن هنا قائبة من المفهود كتطلب على أن الوضاع الصحافية والصحفيين ستقول في وضعياتي معقولة ترجمة نانسي قنقر